ثم صار يغزو قريشاً ولا تغزوه قريش حتى نصره الله وحتى فتح الله له مكة ودخلها بعد سنين قليلة خرج منها ثانية اثنين ورجع إليها بعد سنين قليلة في السنة الثامنة من الهجر رجع إليها غازياً ومعه عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار مدججين بالسلاح وفتح الله له وتمكن منها واجتمعت قريش في المسجد الحرام تنتظر ماذا يفعل بهم صلى الله عليه وسلم فوقف ممسكاً بباب الكعبة وهم تحته فقال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيراً أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء ومن عليهم صلى الله عليه وسلم بعدما عملوا معه ما عملوا ومع هذا عفى عنهم وأطلقهم وصفح عنهم هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم هذه نتيجة الصبر وهذا وعد الله عز وجل رسله بالنصر موسيقى